معنا من بغداد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي مساء الخير سيد اللواء تحسين الخفاجي وهنا بك لسكاينيوز عربية ضعنا أولا في تفاصيل هذه العملية التي قمتم بخلالها باعتقال المسؤولين والمتورطين في مهاجمة البعثات الديبلوماسية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدي قناة سكاينيوز الحقيقة أجهزتنا الأمنية والاستخبارية وبما فيها كل الوكالات الأمنية والاستخبارية استنفرت منذ إطلاق الصواريخ على مطار بغداد دولي من منطقة الرضوانية وما قال إلي ذاك الحادث من حادث مأساوي أدى إلى مقتل واستشهاد عائلة بكاملها هذا العمل الإجرامي الذي قامت به عناصر هي بالتأكيد هي والإرهاب تسير في اتجاه واحد ولذلك فورا أعلن وزير الداخلية باعتقال عناصر لهم صلة بهذه العملية ثاني يوم أي تحديدا بعد يوم من انطلاق تلك الصواريخ باتجاه مطار بغداد يوم أمس كان هناك تحدي آخر للأجهزة الأمنية والدولة العراقية من خلال استهداف أيضا هدف حيوي آخر وهو مطار أربيل وكذلك أيضا سبق قبل هذا هناك عبوة ناسفة كانت في مطار بغداد دولي الحقيقة هذا التزامن في الحوادث يربط عن طريق استهدافهم للأهداف الحيوية مع نفس الجهات التي قامت بالتحدي إلى مطار بغداد دولي اعتقالنا لهؤلاء الأشخاص وزجهم في المعتقل الآن التحقيق جاري معاهم أيضا هناك قوة أمنية التي كانت مسؤولة عن مكان سواء مطار بغداد دولي أو المكان الذي طريق بغداد أيضا طريق مطار بغداد وكذلك مطار أربيل القوة التي انطلقت منها الصواريخ يوم أمس باتجاه مطار أربيل أيضا تم إيقافهم والتحقيق معاهم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق الأمني بالتأكيد نحن نمتلك كثير من المعلومات الآن خصوصا باتجاه مطار بغداد وما أعلن من الجهات التي عفوا الأناس الذي تم إيقافهم والآن التحقيق يسير وفق المعلومات التي تتوفر لدينا من أجل معرفة كثير من الأمور وبالتأكيد حال اكتمال التحقيق سوف تعلن أمام الجميع ولن يكون هناك إخفاء لأي حالة أو حقيقة باتجاه هذا الموضوع عملنا كقيارة عمليات مشتركة مهمتنا من أجهزة أمنية سواء الدفاع أو الداخلية أو كل الأجهزة الأمنية الأخرى يصب فيه أولا نحافظ على علاقاتنا مع المجتمع الدولي مع الدول العالم مسؤولين عن تقديم الحماية والأمن إلى كل البعثات الدبلوماسية ولن نتوانى في استخدام عامل القوة ضد أي من يقوم بتهديد وسلامة أهدافنا الحيوية وكذلك بعثاتنا الدبلوماسية لواء تحسين الخفاجي يعني إن دخلنا في التفاصيل معك تحدثت عن مجموعة من المتورطين هل لك أن توضح لنا على الأقل انتماءاتهم هل هم من مجموعة واحدة أم ينتمون إلى ميليشيات عديدة هل يمكن أن تعطينا تفاصيل حول هؤلاء المتورطين يعني الحقيقة هؤلاء اللي تم الإعلان عنهم من قبل السيد وزير الداخلية المحترم وتم إيقافهم والتحقيق جاري معهم لا يمكن الآن أن نعطي تفاصيل إلا باكتمال التحقيق لكون يوم أمس كان هناك أيضا حادث آخر يجب أن تكتمل الخيوط كلها من أجل الإعلان عنهم وهناك راح تكون إعلان واضح وصريح ولن نتوانى في إعلان الجهة التي قامت بذلك بعد أن يكتمل التحقيق طيب أنتم في العملات المشتركة قلتم بأن حصر السلاح بيد الدولة هي ستكون مهمتكم يعني ما مدى صعوبة ذلك لواء الخفاجي في ظل الغطاء السياسي صراحة إذا تحدثنا بصراحة لبعض هذه المجموعات أو لبعض هذه الميليشيات سيدتي نحن في قيارة العمليات المشتركة قمنا بعمليات وقمنا بجهود وبأعمال استخبارية مهمة ضد المجاميع التي تستخدم السلاح المنفلد وضد كل من لديه سلاح منفلد وضد الحقيقة الناس الذين يستخدمون الجريمة المنظمة وخلط الأوراق ولذلك لا توجد لدينا تحديات كقوات أمنية نحن كقوات أمنية واجبنا الأساسي هو حماية البلد واجبنا الأساسي هو تقديم الأمن والأمان إلى الشعب العراقي وإلى البعثات الدبلوماسية وإلى كل من يعمل داخل العراق وأن نؤمن سلامة وحدود أراضينا وحدودنا ولذلك نحن لن نتوانى ولن يكون هناك تهاون مع أي جهة تحاول أن تمس بأمن وسلامة وكرامة شعبنا ووحدة أراضينا وكذلك من يعمل داخل العراق ويحاول أن يبني العراق لمستقبل آخر لا توجد تحديات التحدي الوحيد الذي يواجهنا هو أنه نحافظ على أمن وسلامة مواطنين من خلال قيامنا بأعمالنا العسكرية وأعمالنا الأمنية لذلك نحن لن نتوانى في استخدام القوة ضد كل من يحاول أن يسيء إلى سمعة بلادنا وإلى أهدافنا الحيوية وإلى اقتصادنا ونطبق القانون ونطبق الأوامر بحذافيرها ولا يوجد أي جهة تقف أمامنا الحقيقة عقبة تكون في اتجاه تحقيق أهدافنا الأمنية ما نوع التنسيق الذي يتم مع إقليم كردستان؟ خصوصا وأن رئيس الإقليم تحدث أو دعا إلك تكاتف أمني لحماية أمن لإقليم أيضا أولا إقليم كردستان هو إقليم عراقي وعملنا مع إقليم كردستان عمل فيه كثير من التنسيق ليس فقط في الجهد الاستخباري والأمني في الجهد الحقيقي العسكري في العمليات العسكرية المشتركة في فتح النقاط في فتح المراكز عملنا مع الإقليم عمل مهم قبل يومين كان هناك تنسيق عالي فيما بين جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة إرهاب إسليمانية وتمكننا من إلقاء القبض على أشخاص خطرين عن طريق جهاز مكافحة إرهاب إسليمانية وتسليم هؤلاء إلى الحكومة المركزية في بغداد عمل آخر استخباري مهم في كافة المجالات الأمنية والاستخبارية العسكرية العمليات العسكرية العمل والمستوى التنسيق بينه وبين الإقليم عالي جدا لكون سلامة الإقليم وأمن الإقليم هو أمن الحكومة المركزية وكذلك أمن الحكومة المركزية هو أمن الإقليم ننطلق من مبدأ التعايش والتعامل بكل المسميات وكذلك أيضا المحافظة على أمن وسلامة أراضينا سواء في الإقليم أو في بغداد شكرا جزيلا لك اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة في بغداد